أغلقت برصة عمان جلسة تداول اليوم على ارتفاع ووصل مؤشرها العام إلى مستوى 2150 نقطة في حين ارتفع حجم التداول إلى 10 ملايين و300 ألف دينار تحققت عبر تداول 12 مليون سهم نفذت من خلال 5039 عقدا المتعاملون في برصة عمان أكدوا أن جذب الاستثمار ما زال يشكل التحدي الأكبر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية بالمنطقة حيث أظهرت بيانات البرصة تراجعا في صاف الاستثمار الأجنبي خلال الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 4 ملايين و300 ألف دينار المزيد من التفاصيل في هذا التقرير في ظل كل ما يحيط بالأردن من توترات سياسية واقتصادية يبقى الأردن البيئة الاستثمارية الآمنة فبرصة عمان بدأت هذا العام بحركة نشطة وتعد الأفضل مقارنة بأسواق المنطقة من بداية السنة إلى حد الآن فيه واضح أنه فيه حركة شراء نشطة وعلى ما يبدو دخول مستثمرين جدد للسوء المالي هذا أدى إلى رفع الأسعار بشكل بسيط لحد الآن مش كبير يعني إنما هو مؤشر على أنه السنة هيا بإذن الله رح يكون فيه نشاط وأنا أعتقد أنه هذا ناتج عن التسويات المتوقعة في المنطقة أنه هذه تنحل المشاكل حوالينا وسطاء ماليون يرون وجود منافسة بين صغار وكبار المستثمرين في السوق على تحقيق مكاسبه إلا أن صغار المستثمرين يتخوفون من المضاربات والتحالفات من البعض لازم يكون فيه توجه نحو استثمار حقيقي مش مضاربات يعني السوق الآن بيشهد موجة مضاربات على بعض الأسهم اللي ما بتسوى القيمة الدفترية داعتها فإحنا منتأمل من أغلب المساهمين أو المستثمرين يتوجهوا نحو شركات بتعطي عائد شركات ذات ملاءة مالية شركات كويسة وما يضيعوا فلوسهم ويجروا غيرهم وراهم على شركات مضاربة في الأخير الكل بيطلع خسران يعني المراقبون لشاشات التداول اليومي في برصة عمان من المواطنين أكدوا أن الوضع لم يعد كما كان ويرجع ذلك إلى تراجع حدة المنافسة في السوق وضع السوق المالي للأسف الشديد في الأردن تسيطر عليه فئة معينة يرفع الأسعار متى شاءوا ويخفض الأسعار متى شاءوا تبخرين كل المسائل اللي بيستثمروا اللي معهم مصاري كل الراحل بعدين فيه شركات كانت بـ 25 دينار و30 دينار إذا فكر المواطن أنه يستثمر بعقل وبفهم يستطيع أن يشتري ويبيع ويربح وتبقى الفرصة لبورصة عمان ذهبية لاستقطاب المستثمرين الجدد في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المالية ليلة خالد رؤيا